غضب مكتوم لخمس نجوم في المنتخب مكتوم ليه؟ علشان ملعبوش من الخمسة؟ أحمد الشنوي محمد صبحي محمد إبراهيم وصامة جلال مروان حمدي الخمسة ما يخدوش دقيقة في الماتشين بتوع النيجر والايبارية الراجل جرب الناس كتير حتى مثلاً يعني جرب أي من 10 في مركز 8 الناس كانت منتزل مثلاً أنه يجرب محمد إبراهيم في مركز 8 ومش ده مش مركز أي من 10 فبدأت بدأ الإحساسي عند بعض اللعيبة يتاخد أن أنت بتتعامل بالتوازنات أهلي وزمالك ومنتخب حتى بعض اللعيبة يعني طبعاً معظم ده القوامل الأساسي اللي كان يشتغل مع كروش ويشتغل مع أب جلال فبعده يحسوا أن فيه فارق كبير جداً بين فيتوريا وكروش كروش في عز ما كان فيه سولاجان لأفشة ومحمد شريف استبعدهم المتخب في عز ما كان طرق حامد أيقونة الزمالك بدخلوش غير معسكر واحد وصمموا على موقفهم ولعبوش بطولة عربية ولعبوش بطولة أفريقيا زيزو نفس الكلام يعني مجرد ما تكشر شوية استبعدوا فالناس قالت فنيات فيتوريا عالية جداً لكن واضح أنه هو متفاهم متفطم أنه إحنا عندنا أهلي عندنا زمالك عندنا محترفين وبعد كده تكمل الباقي شكليات هذه مشكلة كبيرة جداً بس أنا ما ظنش أن فيتوريا يبقى كده لا هو الحقيقة يعني اللعبة اديت يعني مثلاً على سبيل المثال هو ادى كوكا جزء من الماتش الأولاني صح بعدما اتمنى على مستوى محمد الماتش الثاني تسعين دقيقة مدي كوكا ما فكرش يدي مروان كان ممكن جد اللعب مروان وكوكا يكمل عشان يديله الثق لكن ده ما حصلش ترجمة نانسي قنقر